السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض هنزاكر مع بعض ان شاء الله هشرحهم معكم بطريقة سهل وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ تمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو. اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. لنبدأ مع بعض. زي شافين معي النهاردة بتاعتنا بتتكلم عن استخدام النمازج للجمع هو طرح طوحا هو جاي ببارت وان وبارت تو يعني طريقتين. تعالوا كده مع بعض نبدأ نشوف الدرس بتاعنا. تعالوا نبدأ اول حاجة مع بعض الشقة الاول من الدرس هو هنحله عن طريق النمازج. هنحل عمليات عن طريق النمازج. وده هيكون الشقة الاول من الدرس. الشقة التانية من الدرس وهنحل فيه عندنا هنستخدم عن طريق المودلز وعن طريق النمبر لاين. وبعد كده فيه عندنا برضو جزئية تلتة في الفيديو. يعني تقريبا الفيديو هتكون اربع اجزاء. تمام? تعالوا مع بعض الاول نبدأ باول حاجة وهو عن طريق ان احنا نعمل عن طريق المودلز. طبعا الجزئية دي احنا اخدناها في الفيديوهات السابقة. انا ممكن احل الجزئية دي بدون استخدام المودلز. تمام? المودلز دي طريقة يعني. تعالوا نحلوا مع بعض كده الجزئية دي. اول حاجة علشان احلي دي شايفينها طبعا قدامكم ان هي فبالتالي منفحش عملها قدشان على طول. لازم احولها للايك هعمل ايه? اكيد طبعا كلكم عارفين ان احنا بنستخدم بنستخدم ايه? بنستخدم ايه? بجيب للتو واجيب للتو وابدأ ان انا احل صح? طب لكن انا عطول ملاحزة كده وقدامي ان هما الاتنين اصلا فهقول هيددينا سكس تمام? ومش هعمل الطريقة دي. مش عارف اعمل الطريقة دي. تمام? انا هعمل احل على طول فهنا عندنا وهنا سري هقول هيددينا سكس. تمام? فهنا حتى طبعا التو دي بلاس هنا سكس. وبحط الان. التو اصبحت سكس. عملنا ايه? طايم زي سري. يبقى فوق كمان طايم سري. بقى وان طايم سري عندنا سري. طبعا انا بنزل الهول مليش دعوة بيه. سري اصبحت سكس. عملنا طايم زي تو. يبقى فوق كمان طايم زي تو. يبقى حيدينا توم. بعد ما حولتهم للايك دينمونيدور هنبدأ نعمل النموذج الموضل. دي ايه? دي وان هول. يبقى انا هعمل كده. تمام? طيب ودي سري اوفر سكس. يبقى انا هعمل كده سري اوفر سكس. كده عندنا هقسمها له سكس بارت. كده هنا كده will too three four five six. هاعمل قد ايه? طبعا ده وان هول. يعمل له كله طيب هنا سري اوفر سكس. كده عندنا وهنا كده تمام? هقول له بلاس. عندنا دة يبقى كده كده عندنا يبقى كده دي كمان يبقى انا هعمل الموديل بتاعي بالشكل ده هقسم ولي وكده هعمل يبقى كده وهنا خلص خلصت المسألة بتاعتي هبدأ ان انا احل كده وهنا وهنا يبقى وهنا طبعا هنزل سيكس هنا وان تو وثري اللي انا عمل لهم بس يبقى حكت في فايف هتعاوز ترسم النمازج وتحل على طول هتقول وان بلاس تو عندنا ثري وثري بلاس تو وحدينا فايف وفر سيكس وخلاص كده انا خلصت المسألة بتاعتي تعالوا ناخد واحدة كمان يلا مع بعض اول حاجة ملاحظين طبعا ادينا مندرد دولهم اللي اتنين اللايك تعال نحاولهم اللايك التن ملتبل للفايف يبقى انا هاخد التن عارف يبقى اعمل لي استقام الملتبل وابدأ حل الوان طبعا موجودة معنا والسريم الفايف اصبحت اعملنا وفوق كمان يبقى حدينا هنا عندنا التن هنا كمان تن زي ما هي ويبقى هنا عندنا التن اصبحت اعملنا يبقى فوق كمان يلا مع بعض نرسم الموديل عندنا يبقى كده هنا سريم وهنا تن يبقى هعمل كده النموذج بتاعنا هقسمه الى تمام بالشكل ده انا هقسمه ازاي عايزين تعملوا كده الحد تن تمام مفيش مشكلة انا هقسمها بس عندنا لي كده عندنا كده عشان المسافة تمام وهعمل قد ايه قد كده وان تو وثري فوق طبعا بدول كلهم هنا وان هول هعمل وان هول تمام وعندنا تن نفس الشيء برضو التن ده هعمل عندنا بالشكل ده كده هقسمه فايف فوق وفايف تحت كده وان هنا تو كده سري وان تو سري كده فور كده كده عندنا تمام يلا نبدأ نعمل قدشة عندنا هنا هنعمل هنعمل لسفن وان تو سري فور كده عندنا سفن يلا نبدأ نحل عندنا هنا سري بلس وان حيدينا فور تمام وهنا نحط التان معي وان تو سري فور فايف سكس سافن ايت ناين تين الافن عندنا دو كام بحاجة لكلهم الافن هنا forauishن بتاعتي تنفع سيبها كده? لأ لازم نحولها حولها عندنا دي طبعا اول حاجة بنزل عندنا دي معناها ايه معناها طب ما ينفعش هنزل تحت شوية هلاقي يبقى كام بحط الان هنا وانا نزلت قد ايه نزلت واحد بس يبقى حطه هنا يبقى انا عندنا دي كلها كده اللي هي دي الجديدة تمام طيب يبقى انا هقول له اللي هي معايا دي اللي هو ده اللي هو يبقى انا هقول له ان ده عندنا هول وده هول يبقى حدينا وعندنا بتاعي هينزل يبقى في النهاية تمام خلصت كده مسألتنا تعالوا ناخد واحدة كمان تعالوا كده معايا نرجع ليه الكتاب شافين معايا ده انا حليت في عندنا نمبر وان وحليت في نمبر تو هتحلوا في انتو الجزئية دي وجزئية دي تعالوا مش كده مع بعض واحدة واحدة علشان نفهم الدرس ونفهم كل النقطة فيه تابعوا معايا للنهاية علشان تستفادوا ان كل جزئية معايا النهاردة مهمة جدا تمام هنا بيقول السؤال ده هو نفس السؤال ده مقرره مرة تانية تمام انا خلاص حليت معاكم اتنين من فوق هحلي معاكم كمان من هنا فانا عندنا برضو بيقول استخدام عندنا المسألة دي هعملها ايه اول حاجة هنا وهنا طبعا نضلل هما الاتنين مش عارف زي ما قلت اعمل ليه لهم عندنا يعني هاخد يعني معنا كده هقول هدينا تمام وهنا عندنا وطبعا معنا ما ننسهوش هنا دي اصبحت اعملنا يبقى فوق كمان حدينا هنا عندنا هنعمل بعد كده النموذج بتاعنا النموذج هنا يبقى كده وان كده واعمل لهم يبقى هعمل كده عندنا الموض البداي كده هقول عندنا ممكن اعمل لهم كده واعمل لقد ايه تمام هقول له بلاس دي وان هول يبقى عندنا ده وان هول وهقسم هنا عندنا التن بالشكل ده هنا كده وان هنا تو ثري فور فايف وهقسم بالشكل ده عندنا فايف يبقى كده وان هنا تو ثري كده فور وكده فايف تمام تعالوا نحل دول عندنا وان هول وان هول تو وهنا وان يبقى كده وعندنا طبعا التاني. هنا دول يبقى عندنا يبقى كده مسألتنا خلاص خلاص. تمام? كده حلينا عن طريق اللي هو الموديلز. وزي ما شفتم معي. طبعا حاجات دي احنا اخرناها قبل كده السنة اللي فاتت. داعي ان انا اطول في وقت الفيديو. خلاص المسائل دي سهلة وبسيطة. تعالوا نشرح الجزء التاني من الدرس بتاعنا. تعالوا هنا في مسائل. دلوقتي هنحل المسائل عن طريق استخدام النماذج. لكن طبعا المسائلة بتاعتنا المسألة بتكون. والسابتراكشن بيختلف عن ان نشرحناها دلوقتي. طيب اول حاجة عشان احل المسألة دي. دول هما اللي اتنين دول فبالتالي انا لازم اخليهم يكونوا هعمل ايه? اكيد طبعا ملاحظين ان دي يبقى انا على طول هاخد دي. تمام? وهقول كده عندنا كده خدت عندنا طبعا هنا في وهنا في اللي هو الهول اللي معايا. هنا يبقى عمل يبقى فوق كمان حيدينا هنا عندنا طبعا نزلنا يبقى فوق كمان حيدينا يبقى دي المسألة بتاعتي اللي انا من خلالها هقدر ان انا ارسم بتاعتي. فهنا انا اول حاجة بيقول لي يبقى انا هرسم كده تمام? يقول لي يبقى انا عندنا كده هرسم هقسمها لي سكس باركس. هنا وان تو ثري فور فايف وكده سكس. بيقول لي اعمل ده قد ايه? فايف. وطبعا ده كله لانه هول كامل. هنا وان تو ثري فور وكده فايف. بيقول شيل منهم هعمل ايه? هعمل كده منهم اللي ده منهم اللي هو طيب فين اللي هو ده فاعمله كده اللي هي دي كده هنا هنا ثري وهنا فور. بقى معايا قد ايه? عندنا بقى معنا هول كامل يبقى ده وهنا بقى معنا كامل شايفين معنا الجزئية دي بس وجزئية دي عندنا ايه? كده ما هيدي عندنا وان وده كله سكس يبقى يبقى هي دي كده في النهاية الانسر بتاعتي. تمام? طيب ناخد واحدة كمان مع بعض نبدأ كده دي مسألة تانية. نبدأ اول حاجة نجيب طبعا ده هنخليه هنعمل ايه? عندنا هنا دي خلاص سهلة معايا. فانا هجيب عندنا اللي هو فور. فدي كده هنا كمان فور. تمام? فور دي اصبحت فور. عمل طايمس ون. يبقى فوق كمان طايمس ون. هدينا تريم. هنا تو دي اصبحت فور. عمل طايمس تو. يبقى فوق كمان طايمس تو. يبقى هدينا تو. تعالوا نعمل كده المودل بتاع دي. في الماينس بعمل بس الاولى بس اللي بعمل لها مودلز. التانية لا على عكس ودي واعمل لها موضل هنا يبقى هعمل كده وبيقول يبقى عندنا ده الموضل بتاية كده عندنا هعمل قد ايه هعمل قد ايه هعمل كده وطبعا الهول ده كله معنا بيقول لك يعني عندنا كده طيب عندنا باقي معنا كام ده وده وعندنا الباقي منه اللي هي الجزئية دي بس تمام يبقى يبقى عندنا الاجابة في الاخرى اللي هي ايه اللي هي دي تمام شفتم معايا مسائل سهلة وبسيطة ازاي طيب تعالي نشوف اللي بعده اذا ما شايفين معايا فانا حلت معاكم دي وحلت كمان معاكم دي تمام هتحلوا الاتنين دول وحدكم الاسئلة سهلة جدا مفاش اي صعوبة فهنا جايب عندنا بتاعي بيقول لك طبعا استخدم اريا مودل يبقى انا اول احنا عاوزين احنا عاوزين يبقى هطول هعمل لهم وبعد فهنا هقول هادينا تامن هنا هقول هنا برضو تاني طبعا هنا السري حتنزل مش بنشتغل عليهم دلوقتي اصبحت تان عملنا يبقى فوق كمان هادينا الفايف اصبحت تان عملنا يبقى فوق كمان حيدينا سم النموذج بتاعنا هنرسم اللي هي دي يبقى عندنا كده كده سري يبقى هعمل لها كده كده هنا سري فور فايف وان تو سري فور فايف تمام وهعمل لها كده عشان يبقوا تن ممكن طبعا اطولها لكن انا حابرت ان انا اخليهم كده يعني تمام فدول تن طيب بيقول قد ايه لي كده وان تو سري كده فور وكده عندنا ودي بيتمثل لي خلاص كده ايه سري بيقول لك يبقى انا حاخد دي كده اعمل لها وكمان فور من هنا كده وان كده توم كده عندنا سري فور عملت لهم طيب بقي معنا كام دول عندنا كام وان تو يبقى هنا طبعا تن وبقي معنا كان بس هنا اللي هي فدي كده الانسر في النهاية تمام خلاص المسائل دي كلها بنفس فكرة انا مش لازم احل كل المسائل طالما احنا فهمنا يبقى خلاص احنا نحل المسائل لوحدين والحاجة اللي توقف معكم اكتبوا لي لكم السؤال والصفحة في التعليقات تحت وانا هرد عليكم ده الجزء التاني من الدرس بتاعنا يعني استخدم الاول حلينا عن طريق النمازج دلوقتي هنحل عن طريق اللي هو نبدأ نشوف الشرحة على البورد تحركوا مع بعض نركز جدا في حل المسائلة دي اول حاجة عشان نحل المسائلة دي بنرسم بتاعنا تمام طيب ببدأ من فين عندنا طبع هنا عندنا في سكس وهنا فور ببدأ من فين من فور تمام باخد الصغير وبعدين بقسم فور هكتب هنا فايف هنا سكس وهنا عندنا سيفن خلاص كفاية سيفن لان هنا عندنا الهول بتاعي سكس فانا بزود حاجة كمان ويبقى سيفن تمام دي كده النمبر بتاعي النمبر لاين ده بيبدأ بايم بيبدأ عندنا بداه بيبدأ بايه بداه اللي هو اللي بعد الماينز بيبدأ بداه طب ده كام ده عندنا فور فين فور فور اهي طيب فين سري فور او سري اوفر فور اللي هي بعد دي دي عندنا ايه دي بعدها على طول في وان اوفر فور بعدين هنا في ثري اوفر فور وبعدها دي معناها يعني فايف تمام يبقى هنا عندنا دي اللي هي يعني مرة تانية عندنا دي بعدها بعدها اللي هي دي بعدها بعدها فور ان شري فورس بعدها فور ان فور اوفر فور فهنا دي فور وهنا فور اوفر فور معناها ايه دي معناها وان انا معايا وان ومعايا فور يبقى كام وطبعا نفس الكلام مع الباقي دعالوا بعد كده يبقى نستارت من فين حد من هنا دي البوينت بتاعتي طيب واندنج النهاية من فين النهاية اللي هي دي طيب فين عندنا اللي بعدها على طول اللي هي دي وبعدين دي يبقى عندنا دي اللي هي النهاية بتاعتي جزئية دي الخطوة اللي بعد كده هعمل هاقفز فانا واقفة هنا من هنا هنا كام عندنا شايفين معي من طيب ومن هنا دي اوفر فور بعدها ايه بعدها اوفر فور قلنا اوفر فور يعني يعني سين่ان؛ يعني دي اللي دي عندنا كام عندنا وحدة بس طيب ومن هنا هنا شايفين معي من الفايف دي للشيم كام وان طيب ومن الشيل الجزئية دي جزئية دي كام الدي عندنا سيكس هعمل هتبقى سيكس قانفيس يبقى عملت الجامب قدلا 1 بس يبقى من هناание هنا دي هنڑا 나오� smarter jak i amade كان عندنا تمام? يبقى انا هعمل لهم هما التلاتة مع بعض. طبع في الاول هكتبها هنا. هقول اللي هي اللي معايا. يلي نبدأ ان نحل طبعا اكيد ملاحظين كلكم ان فهعمل لهم هما الاتنين. زي ما قلت مش عارف هاتلي استقام لهم هما الاتنين وابدأ حل. فانا قلت هدينا ده الكلام ده علشان هما الاتنين وهقول اللي معايا. اصبحت اعملنا يبقى اصبحت اعملنا بفايف. اصبحت اعملنا يبقى هادينا هاقول طبعا انا معايا هنا. معناها هي دي كده الانسر في النهاية. تمام? شايفين معايا زي مسألة سهلة جدا. مفاش اي حاجة خالص. تعالوا ناخد واحدة كمان. دي المسألة تحتها على طول في كتاب. اول حاجة هنبدأ كده نعمل بتاعتنا. تمام. من هنا? فانا حكتب كده هنا سكس. وهعد سافن. ها? ايت. وبعدين في ناين. طبعا هحط كمان بعد الناين هنا. ازود عندنا وان كمان. فهقول تان. ستارت فين من هنا? عندنا سكس ان هاف. دي عندنا سكس. بيقول سكس ان هاف يعني في النص بالضبط. لان هنا في ايه? في سكس ان وان اوفر سكس. سكس ان تو اوفر سكس. سكس ان سري اوفر سكس. وقلنا قبل كده ان سري اوفر سكس دي الاكوفلانت بتاعتها اللي هي يعني هنا في سكس ان وان هاف. تمام? طيب. وبعدين هنا في سكس دي ان هاف. بعد كده في طبعا هنا سكس ان فور سكس وسكس ان فايف سكس. وبعدين اخر حاجة بتقفل عليها النومبر لاين ده. فين الناين? اهي. وتو سيرد معناه هنا فيه هنا فيه هنا فيه يعني ناين ان تو سيرد. يبقى انا هاقف الجزئية دي. تماما? يلا بينا مع بعد نعمل جامبنج من هنا لحد ما نوصل للجزئية اللي هنا دي. تمام? يبقى عندنا من هنا هنا فيه قد ايه? من هنا هنا عندنا طبعا فيه هنا قلنا دي سري اوفر سكس تمام? دي قلنا معناها سري اوفر سكس. حد يقول يا ميس. طيب من هنا هنا دي معناها هقولك برافو عليك خلاص مية مية. حد مش هارف ماشي. يبقى انا اقول له دي مكانها سري اوفر سكس. وبعدين هنا فيه فور اوفر سكس. اللي هي يعني سكس ان فور اوفر سكس. اللي تنما بعد. وهنا فيه عندنا فايف. تمام? فيه فايف. ان اوفر سكس. فيه سكس اوفر سكس. اللي هي الوان هول اللي هي السيفندي. تمام? اللي هي عندنا في ايه? سكس اوفر سكس عشان توصل للوان هول. فهنا من هنا عملنا كده وان وهنا كده وان يبقى وهنا وان يبقى عندنا ما هي دي اللي هي مين? اللي هي الهاف اللي هنا اخترته. تمام? طيب. وبعدين عندنا هنا كمان هعمل كده وان طول ما انا بقفز اللي بعده بعمله هنا بكتبه من فوق. من السيف اللي لقيت طبعا وان. ومن لقيت للناين كمان وان. ومن علشان اوصل لي البوينت دي. فهنا عندنا وهنا يبقى انا عملت القفز قد ايه? مرتين. تمام? يبقى عملت هنا عندنا تمام? كده هنعمل لهم قدشان كلهم. فانا هقول له عندنا كده اول حاجة هبدأ بيه كده عندنا في الاول وان بلاس وان. وبعدين هقول له بلاس هاف بلاس عندنا تو وان وان عندنا تو هقول بلاس. طيب انا اللي اتنين دول انا هخليهم لايك. هعمل ايه? طبعا اللي قدامي دول هما اللي اتنين برايم صح? يبقى انا هقول تو تايم سري حدينا سكس وهنا سكس. التو اصبحت سكس عمل تايم سري. يبقى فوق كمان يبقى سري. سري اصبحت تو ويبقى عملنا تايم سري اصبحت سكس عمل تايم زيتو يبقى فوق كمان يبقى كده يلا نعمل سري بلاس فور حدينا سيفن اوفر سكس هقول له بلاس التو اللي هي دي. حد هيلاحز يا ميس ده عندنا المسألة بتاعتنا هنعمل ايه? الان بروبر فراكشن دي هنحولها هحول دي بس. فسيفن اوفر سكس دي عندنا طبعا منازل سكس. واقول سيفن ديفايد سكس ما تنفعش. حنزل تحت شوية. هلاقي مين سكس. سكس ديفايد سكس عندنا وان ونزلت اقد ايه? نزلت وان. فعندنا الجزئية اللي انا حطى عليها دي هي اللي بديه. يبقى انا هقول له تو بلاس اللي هي الجهدة دي. اللي معايا. هقول له ايكولز. تو بلاس وان حيدينا سري ان وان اوفر سكس. فهتبقى كده النهاية المسألة بتاعتنا او الانسر يعني. تمام? شفتم معايا مسألة سهلة وبسيطة ازاي? تمام? تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا مع بعض دلوقتي نحل البزئية دي ونرسم بنفسنا عشان تتعلمه ازاي بترسم. ده حط عندنا هنا فيه وهنا فيه هنا عندنا فيه وهين عندنا سري يبقى نستارت عندنا حبد وحط كده هنا وحط هنا كده وحط كمان هنا عندنا هزود واحدة كمان وحط كده سكس. تمام? يبقى انا عدت عندنا وهدت عندنا الفايف وزودت كمان واحدة. تمام. هستارت ي Pvd? هستارت عندنا من هنا. فين بقى سري وانوفر سيكس. فين يعني دي يعني اللي تمها بعض. تمام? فانا هشترت هنا. هبدأ من هنا. وبعدين هقف لحد فين? بيقول هنا. فين عندنا اهي. بيقول يبقى معناها بس يبقى معناها جنبها على طول. يبقى انا اخر حاجة بالنسبة لي اللي هي دي. اللي هي تمام? يبقى انا عاوزة اعمل لحد ما وصل لهنا. عندنا ايه? دي اللي هي تمام? هعمل من هنا لحد ما وصل لهنا. طب انا ما عملت من هنا لحد ما وصلت هنا. في بينهم ايه? في عندنا هنا وهنا عندنا وفيه وعندنا هنا يعني كده بيقى يبقى بينهم قد ايه? بينهم عندنا عندنا كده وهنا عندنا وان تانية يبقى كده عندنا يبقى يبقى دي كده تمام بعدين يبقى احنا كده حللنا اللي من فوق كده وسلنا لحد هنا. طيب من هنا لهنا. من هنا لهنا شايفين معايا القفزة دي كلها معناها يبقى حكتب كده حد يقول يا ميس طب لحنا ليه ما عملتيش من هنا الهنا لان لا علشان احنا بدأنا من فيم بدأنا من هنا من عند ما بدأناش من هنا لو كنا بدأنا من عند فسري دي لحد دي تبقى لكن احنا بدأنا من هنا تمام؟ فعندنا كده لحد هنا كده لكن انا لما بدأت هنا عندنا دي هول. دي هول يعني سيكس اوفر سيكس. يعنيتنا بقت فور. فمن هنا لهنا كده دي وان هول. فحكتب كده وان هول. وقفنا لحد هنا. عاوزين نعمل لحد هنا. فهنا عندنا دي فايف. وبعدها بقول فايف ان وان اوفر فور. شغيل هنا على الفور. يبقى انا عد ايه? عملت بس كده وان فور. تت نطة واحدة بس تغيرها اللي هي فورس. فمسألتنا بقت بالشكل ده. معانا مسألة عادية خالص. عندنا ده هقول بلاس ده بلاس ده. مفيش اي مشكلة. طبعا ده وان هول انا بعمله قديشها اللي واحده خالص. فانا هعمل قديشها اللي ده. وقديشها اللي ده. فتعالوا كده على جنب. هقول ايه? ها? طبعا هما الاتنين مفيش ما بينهم ملتبل. وهم الاتنين ماش برايم. يبقى انا حلة عن طريق لي استقام الملتبل. طيب. عاوز اجيب عندنا البرايم بتاعت السكس. البرايم بتاعت السكس عندنا تو وثري. تمام? والبرايم بتاعت الفور عندنا تو وتو. يبقى معايا تو ومعايا تو كده في الاخر. تمام? طيب. هقول هنا تو هاخد منها واحدة. وهنا عندنا سري وهنا في تو. يبقى تو طايم سري سكس طايم زي تو. هيدينا توالف. يبقى انا هشتغل على ايه? على التوالف. السكس اصبحت توالف عملنا طايم زي تو. يبقى فوق كمان طايم زي تو. حدينا تن. الفور اصبحت توالف. عملنا طايم سري. يبقى فوق كمان طايم سري. يبقى حدينا سري. يبقى هنا عندنا في الاخر هنا في توالف. وهنا تن بلاس سري. حدينا سيرتين. ومعانا ايه? معانا هنا في لسة في وان هول. يبقى كده عندنا مسألة بتاعتنا لكن لسة ما خلصتش. مالها عاوزين نحولها ليه بروبر. سيرتين او او سيرتين ديفايد التوالف هقول ما ينفعش. هنزل تحت شوية حلاقي وان. هلاقي توالف. توالف ديفايد التوالف. حدينا وان. ونزلنا وان. ومعانا وان هنا يبقى الوان ده. بلاس الوان ده. حدينا تو. يبقى في النهاية مسألة تو. ان وان اوبر توالف. تمام? تعالوا كده نشوف اللي بعده. طيب تعالوا نحل المسألة دي. يلا اول حاجة هنبدأ نرسم. نبدأ نرسمه بالشكل ده. اول حاجة هنعمل ايه? هنحط عندنا هنحط الهول. هبدأ كده عندنا كده. واحط هنا فور. وهنا فايف. وهنا هحط كده سكس. تمام? وهزود واحدة كمان عشان يبقوا كده عندنا سفن. تمام? وبعدين هبدأ كده ابدأ اول حاجة هبدأ بالفراكشن ده. فور اوفر فايف. اس كلوس تو للوان هول. طيب فين الوان هول? الوان هول اللي هو عندنا ده. اللي هي فور اوفر فور دي معناها وان هول. يبقى عندنا فور اوفر فايف حط هنا. فدي كده هنا ايه? ثري ان فور فايف. ثري ان فور اوفر فايف. اللي هي دي. تمام? يبقى احنا اول حاجة قلنا ستارت من فين? هنبدأ من هنا. ما هي دي? دي ستارت من فور اوفر فايف. يبقى انا ستارت من هنا. حبدأ من هنا. يلا نبدأ كده نعمل جامبين. هنا هي اوفر ثري ان فور اوفر فايف. ودي فور. يبقى عملنا جامبها قدي جامب بس قفزة واحدة. اللي هي وان اوفر فايف ما هي وان اوفر فايف. وهنا عندنا فور اوفر فايف. يبقى فايف اوفر فايف يعني اللي هي دي. يبقى دي اللي هي بتمثلي مرة تانية. هنا عندنا دي طيب بعدها ايه? بعدها يعني انا قفزت قد ايه? قفزت حاجة واحدة بس. يعني تمام? احنا برضو نسينا ما نقول ان احنا هنقف لحظ عند اللي هي دي? اللي هي جنبها دي. دي بتمثلي كده. ما دي اللي بعدها سيكس احنا هنقف عند النقطة دي. يبقى اهم كده من هنا اللي هنا. فدي كام? دي يبقى دي وهنا من يبقى دي كمان طيب هنا عندنا دي بينهم ايه? بينهم عندنا القفزة دي بس كده. بينهم اللي هي دي. بينهم دي دي. ما دي عندنا اول حاجة دي سيكس. بعدها سيكس ان وان اوفر سري. فبس انا قفزت عندنا سرد واحدة. احنا خلاص جبنا في ده وان هول وده وان هول يبقى انا عرفت كده عندي تو هول بلاس اللي هو وان اوفر فايف بلاس وان اوفر سري. اكيد ملاحظين طبعا هما الاتنين عندنا برايم نامبر يبقى انا هختار الففتين. هقول الففتين. هقول طبعا هادينا مش عارفين زي ما قلت هات لي استقام الملتبل اهم حاجة ان انا اجيب تمام? وهقول له اللي هي يلا مع بعض عندنا اصبحت عمل ايه? يبقى فوق كمان طايم سري. اصبحت ففتين. عملنا طايم زي فايف. يبقى فوق كمان طايم زي فايف. تعالوا نعمل هنا هقول طول بلاس. هنا سري بلاس فايف هيدين ايت اوفر ففتين. يعني خلاص عندنا هقول طول عندنا ايت اوفر ففتين. ودي كده الانسر في النهاية. تمام? تمام يبقى انا حلت معاكم الجزئية دي. كتابة المكسد نمبر بطريقتين مختلفتين. طب اول حاجة عندنا ازاي نحول ازاي نكتب المكسد نمبر ده بطريقتين مختلفتين. حاجة هعملها هقول الفور دي. هاعملها ايه? هاخد بس من الفور دي. لما اخد من الفور. الفور هتبقى كام? هتبقى ثري. طيب مش اللي ياخد حاجة يرجحها. اه انا اخدت عندنا الوان الهول اللي انا اخدته ده بكام? عندنا بي فايف? ليه فايف? علشان عندنا يبقى انا هقول ده بلاس ده. فهقو ثري بلاس فايف هيديني ايت. وهنا الفايف هتنزل. يبقى ده اول فراكشن. تعني تأكد الكلام بداية ده صح ولا غلط? هقو ثري عندنا ففتين. بلاس ايت. هدينا تويني سري اوفر فايف. طب دي كام? دي عندنا فور. طايمز فايف. بتويني. تويني بلاس سري هدينا تويني سري اوفر فايف. طيب عايز اجيب واحد هاجيبها من دي. السري هاخد منها وان? هتبقى ثوم. ولي ياخد حاجة يرجحها. يبقى عندنا الوان اللي انا اخدتو بفايف اوفر فايف. بكم? عندنا فايف اوفر فايف. هقول فايف بلاس ايت عندنا طبعا هنزلت ديمونيدل. فايف بلاس ايت حيدينا سيرتين. تعال نتأكد كلامي صح ولا خطأ. هقول طايمز فايف تين تين بلاس سيرتين حيدينا تويني سري. يبقى انا كده جبت له طاقتين. تعال واحدة كمان. انا كمان هقول فور طايمز فايف تويني. تويني بلاس سري هدينا تويني سري. كده انا حولت لي تمام? السكس دي تيك وان فروم سكس. هناخد واحدة. يبقى دي هتبقى فايف. وانا عملت ايه? انا تيك وان. طالما انا اخدت وان يبقى كمان هعطيه بي الوان ده بفايف اوفر الوان اللي انا اخدتو ده بسري اوفر سري يبقى عندنا هقول سري اوفر سري بلاس التو دي بكم? عندنا بفايف اوفر سري اتأكد عندنا ففتين بلاس فايف عندنا تويني اوفر سري. تعالوا هنا سيكس طايم سري اتين. اتين بلاس تو عندنا تويني اوفر سري. هاخد من دي كمان مرة. همن الطريقة تانية. هاخد من دي وان. هتبقى فور. تمام? وهنزل السري. الوان اللي انا اخدته بسري اوفر سري. بلاس الفايف يبقى ايت اوفر سري. ودي الطريقة التانية. اتأكد. يبقى كمان اقول سكس طايم سري هدينا اتين اتين بلاس تو هدينا تويني اوفر سري. تعالوا نحلي كمان واحدة. هنا يبقى بكام بسكس. واحط الدينمونيدرو اللي هو فايف. الوان اللي انا اخدته بفايف اوفر فايف. وعندنا بلاس هقول فور اوفر فايف بناين اوفر فايف. هنا عندنا دي هاخد منها اوفر فايف. والوان اللي انا اخدته بفايف اوفر فايف. يبقى ناين بلاس فايف حيدينا فورتين. تمام? اوفر فايف. تشتوا معي ازاي? نحلي واحدة كمان. الناين دي تيك وان فروم ماين. تمام? هيبقى ايت. هنزل فور اللي معايا. انا اخدت وان. الوان اللي انا اخدته بفور اوفر فور. يبقى فور اوفر فور بلاس الثري دي. اللي هي ثري اوفر فور يعني. يبقى سيفن اوفر فور. هعمل واحدة تانية. الات هاخد منها وان. تبقى سيفن. تمام? الوان اللي انا اخدته ده بكام بفور اوفر فور. يبقى فور اوفر فور. بلاس عندنا سيفن اوفر فور. هيدينا اليفن اوفر فور. تمام? قالوا نحل الجزئية دي. الجزئية دي بتتكلم عن استيميت. الاستيميت دي احنا اللي اخدناها المرة اللي فاتت. وما ملوش علاقة بدل السنة النهاردة. بس احنا برضو هنحلها. اول حاجة بيقول لك اعمل استيميت وبعدين حلها. فهنا تعالوا نعمل كده اول حاجة استيميت. دي. لما اجي اعمل لها استيميت. عن طريق البنتش. دي ا��س كولوستو المين. حتى يقول يا مس هيイس كولوستو لو جبنا. الها بطاعت الفايف. الها بطاعت الفايف عندنا كم? عندنا تو بوينتو. فينط فيف فثري اس كولوستو ليها. اه ليبقى اس كولوستو للهاف. ومع انا هنا فور يبقى لهاف اللي انا جبتها جديدة هتبقى فور اان هاف. هقولو. هقولو. هقولو ماينس. الهن عندنا الده insects دي دي. اس كولوستو المين الدهس اه دي جيبتها. الحاجة جنب الزيرو. يبقى عندنا هقول له زيرو. وهنا في يبقى زيرو. هادينا تو. تمام? تعالوا نبدأ نحل المسألة بتاعتنا. تمام? هقول له هنا فور ماينس تو. هادينا تو. والهاف طبعا هتنزل. تعالوا كده نعمل هنا هنحلها. فلما نيجي نحلها همدهنا طبعا هحولها ليه هنعمل ايه? دي فايف ودي سري هما الاتنين فبالتالي انا هشتغل على الففتين. مينس وهنا كمان ففتين. هنا هقول طبعا هنا في فور وهنا في تو. انا نسيت مكتبها. فهنا هقول الفايف اصبحت ففتين عملنا طايم ثري يبقى فوق كمان يبقى نايم. دي اصبحت ففتين عملنا طايم زفايف يبقى فوق كمان هتبقى فايف. ففور ماينس تو هادينا تو. وناين ماينس فايف عندنا فور اوفر ففتين. تمام? يبقى عندنا الناتج في النهاية اللي هي دي تو اين فور اوفر ففتين. وده عندنا بتاع المسألة دي. عشان نزل تحت كمان واحدة ناخد فالقدشن هنا عندنا الاستيمات دي سيفن اوفر ناين اس كولوس تو اس كولوس تو تعالوا كده ومع بعد نجيب الهاب بتاعت الناين الهاب بتاعت الناين هلقيها فور بوينت فايف. لا يبقى عندنا هي دي. اس كولوس تو للوان. وجنبيها فايف يبقى سكس. دي. ممكن تبشي مع الوان. ان هي يعني اس كولوس تو لسري اوفر سري. ممكن تبقى عندنا الهاف. فانا هاختار عندنا ان هي تبقى للوان. فهنا في تو معايا وان يبقى سري. يبقى سيكس بلاس سري حيدينا ناين. عايزين نجيب حل بتاعها. عندنا في ناين وفي سري. يبقى انا هعمل ايه? لازم يخليهم لايك. الناين ملط بالليه سري. فبالتالي انا هشتغل على الناين. تمام? وهنا حكتب كده الناين. وهنا عند هنا فايف. الناين اصبحت ناين عمل طايم زوان يبقى فوق كمان يبقى سيفن. اصبحت ناين طايم سري بقى فوق كمان يبقى سيكس. تمام? تعالوا كده. عندنا سيفن بلاس سيكس سيرتين. يبقى هنا عندنا دي حولها لي بروبر. يبقى سيرتين ما تنفعشي. هننزل تحت شوية. انا هحول دي بس. هنزل تحت شوية. هلاقي مين? هلاقي عندنا ما تنفعشي. ما تنفعشي. ما تنفعشي. عندنا بون. كده نزلت وان تو ثري فور. يبقى حكتب كده فور. يبقى عندنا ده لوحده ده. وانا معايا لسه في عندنا هنا في سيفن. يبقى هقوله بلاس سيفن. وان بلس سيفن ايد. هقول ان فور اوفر ناين. تمام? طبعا الكلام ده كله مالهوش علاقة بيدرسينا بتاع النهاردة. الكلام ده كله هو ليه علاقة بيدرس اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت. فانا كل حاجة خليها لوحدها. فبالتالي انا هكمل شرح الدرس. فانا بيقول اوجد يعني الناتج في شكل مبسط. تمام? برضو الكلام ده كله قديم هو هنا في الامتحان يقول لي اوجد الناتج بشكل مبسط. انت في المسائل دي هتحل بالطريقة اللي تنسبك. هو قال لك اوجدها في يعني ابسط شكل. لها زي ما تحب. تمام? عندك اول حاجة في طريقة انك انت ده ده ممكن تحولوا لي وبعاكدة تجيب اللايك دي منادر. الطريقة التانية تجيب ليه استقامة وتبدأ تحل. تمام? انا افضل ان انا اجيب ليه استقامة. هنا عندنا تو وهنا فور هلاحز كده الاول ان تو والفور دول عندنا الفور دي ملتبل للتو. هشتغل على الفور. هنا سري الهول هنزله بلاس. وهنا عندنا دي اللي هي فور برضو هنزلها. التو اصبحت طبعا هنا في تو. التو اصبحت فور عمل طايمزي تو. يبقى فوق كمان يبقى توم. الفور هنا طبعا دي زي ما هي هتنزل. سري بلاس تو وحدينا فايف وان بلاس تو وعندنا سري اوفر فور وكده خلصت معي المسألة الاولى. حالوا نحل المسألة دي. هنا عندنا دول ايه? دول اون لايك دينمونيدل. هحولهم واحخليهم لايك دينمونيدل. فينا سري وعندنا فايف دول برايم نامبرز. يبقى خلاص انا هشتغل على تمام? هقول بلاس هنا طبعا في ايت وهنا في ناين وهنا كمان احط ففتين. سري اصبحت ففتين عمل طايمز يبقى فوق كمان طايمز فايف تن. فايف اصبحت ففتين عملنا طايم سري يبقى كمان فوق سري طايمز وان هيدينا سري. ناين بلاس ايت عندنا سفنتين وهنا تن بلاس سري هيدينا سرتين اوفر ففتين. وكده خلصت المسألة اللي معيه. تعالوا نحل الواحدة كمان هنا سري وعند هنا فور هنعمل لهم اللي استقام زي ما قلنا الفور عبارة عن طايمز وان فحاخد بس سري يبقى سري طايمز تو طايمز تو يبقى سيكس طايمز تو هيدينا تولف يعني انا هشتغل على التولف فهنا عندنا سري وحكتب هنا تولف بلاس عندنا هنا ستيفن وحكتب هنا برضو تولف تمام? طيب. الفور اصبحت تولف عملنا تايم سري يبقى فوق كمان يبقى سري. سري اصبحت تولف عملنا تايمز فور يبقى كمان فوق هيبقى فور. سري بلاس سيفن حيدينا تن. وثري بلاس فور حيدينا سيفن اوفر تولف. تمام? يبقى كده عندنا المسألة بتاعتنا. تعالوا كمان المسألة اللي بعدها دي مسائل كلها بنفس الطريقة بس دي مسائل تعالوا نحل اول حاجة هنلاحز المسألة بتاعتنا دول ان لايك. هنحولها للايك. هنا سري وفور لسه احنا دلوقتي اخدناها من فوق هتبقى برضو فهنا عندنا وحكتب هنا هنا وكمان حكتب هنا تولف. سري اصبحت عملنا يبقى فوق كمان يبقى فور تايمز ايت فور تايمز تو حيدينا ايت الفور اصبحت تولف يبقى فوق كمان سري تايمز وان حيدينا سري. تمام? يبقى اول فور ماينس تو تو. وايت ماينس سري حدينا فايف اوفر طولف. تمام? وهي دي كده الانسر. تعالوا كده ناخد مسألة دي. تعالوا نشوف المسألة اللي هي دي. دي ايه? دي عندنا سيفن. وهنا ماينس اللي هي وان اوفر سيفن. طب هنعمل لها ازاي دي? اول حاجة السيفن دي هعمل ايه? تمام? فالسيفن دي لما اعمل لها هاتيك الوان هاخد منها بس وان هتبقى سيكس. تمام? هتبقى عندنا سيكس. طب الوان اللي انا اخدته عشان دي سيفن. ماينس الوان اوفر سيفن. فهنا هقول السيكس طبعا هتنزل عشان ما فيش حاجة هنا. واقول سيفن ماينس وان هيدينا سيكس اوفر سيفن. تمام? تعالوا نحل كده المسألة دي. شايفين معي المسألة دي? نحلها. تعالوا لو انا عملتها بنفس الطريقة اللي انا بشتغل بها دلوقتي. هلاحظ اني الوان وهنا فور ما تنفعش. دي سمول ودي بيجست. فما ينفعش اقول وان ماينس فور. هعمل اي يا ميس? في الحالة دي اول حاجة هعملها ان انا هاخد من دي تيك وان فروم ناين. الوان الناين لما اخد منها وان هتبقى ايت. تمام? والوان اللي انا اخدته وان اللي انا اخدته بكام عندنا بسيكس اوفر سيكس. طيب و هنا في وان يبقى بسيفن اوفر سيكس. يبقى مسألة بتاعتي هكتبها هنا الجديدة ايت وهنا سيفن اوفر سيكس. مرة تانية. انا اخدت عندنا الناين دي تيك وان فروم ناين. تمام? فالناين اصبحت ايت. قتبتها هنا. وبعدين الوان اللي انا اخدته بكام عندنا بسيكس اوفر سيكس. وانا معايا هنا وان يبقى سيفن. طبعا سيفن اوفر سيكس. هقول له ماينس المسألة اللي بتاعتي الاصلية. فور. وهنا فور ان ناين. تمام? فور اوفر ناين. وبعدين هعمل ايه? عندنا دي سيكس ودي ناين يبقى انا هعمل لي استقام المنطبق. لما سيكس عبارة عن سريم. والناين. الناين عبارة عن سريم. وثريين. من دي ودي هاخد واحدة. تمام? يبقى هقول سريم هيدينا سيكس. طايم سريم. هيدينا اتين. الفركشن بتاعي هيكون اتين. مينس وهنا اتين. تمام? سيكس اصبحت اتين. عملنا تايم سري. سري تايم سيفن. هيدينا تويني ون. الناين اصبحت اتين. عملنا تايم زي تو. يبقى فوق كمان هقول ايت. وطبعا معانا هنا الايت ومعانا هنا فور. اسفى جدا طبعا المسائل كلها دخشتوا بعد لان المكان ديق جدا. تمام? طيب. هقول هنا ايت مينس فور عندنا فور. وهنا اتين. وتوني ون مينس ايت. سيرت اكولز سيرتين. ففي النهاية عندنا هيا دي كده الانسر. يمكن دي بس المسائل اللي فيها فكرة. هتلاقوا باقي المسائل يعني ما فيش افكار اكتر من كده. تعالوا بعد كده الجزء اللي بعد كده في الدرس. تقريبا يعني الجزء التلات في الدرس. بتاعنا النهاردة بتكلم عن 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 يعني تكملة الاعداد المفقودة. فالمسائلة بتاعتنا هو عاوز اللي في النص. ممكن يقول لي ده عندنا ايه? يقول لك بي يقول لك سي ايا كان السنبل. تمام? فالمهم هو عاوز الجزئية الفارية دي. طب هو عاوز دي. تمام? هتعمل ايه? قلنا قبل كده في الموضل اللي احنا شرحناه قبل كده. قلنا عندنا اللي فوق هو بيكون زابيجست. اللي فوق زابيجست. لو المسائلة يبقى اللي بعد هو اللي فوق. لو المسائلة يبقى عندنا اللي من قدام هو اللي من فوق. المهم ازابيجست هو اللي بيكون من فوق. والاتنين اللي تحت هما اللي من تحت. تمام? وعندنا التانين كل واحد هنا. طيب عاوز اللي هنا يبقى ده ماينس ده. عاوز اللي هنا يبقى ده ماينس ده. طب عاوز اللي فوق يبقى ده بلاس ده. فهو عاوز واحدة من اللي هنا. يبقى على طول هقول له ده اللي هو الكبير ماينس ده. تمام? في المعين المسائلة بتاعتي هما اللي اتنين دولت طبعا برايم يبقى انا هعمل لهم هادينا هنا كمان عندنا تمام? وهنا طبعا في وهنا في يبقى اصبحت عملنا بفايف اصبحت يبقى عندنا تمام? لو لاحظتم المسألة بتاعتي هنا وهنا في معناها ان احنا كده المسألة بتاعيتنا مش هتنفع لازم انا اعمل لما اخد عندنا دي هتكون كام? هتكون 2 والوان اللي انا اخدته مش دي يبقى الوان اللي انا اخدته دي بكام? عندنا وما تنسوش احنا معنا ماينس التو اللي هو الرقم اللي معايا في المسألة. تمام? تعالوا نبدأ نحل تو ماينس تو عندنا زيرو وففتين ماينس سكس حدين ناين والتن طبعا معنا يبقى ناين اوفر تن شوفتم معايا مسألة سهلة وبسيطة ازاي? تمام? تعالوا نشوف اللي بعد احنا خلاص حلنا المسألة دي. طيب تعالوا هنا شايفين معايا دي ماينس طالما ماينس يبقى عندنا اللي قبل الماينس هو ده يعني هو اللي بتحطي من فوق طالما تحطي من فوق وهنا عاوز واحدة من اللي تحت يبقى انا هخليها ماينس يبقى اقول ده ماينس ده. تمام? تعالوا كده كمان نبدأ نحلها. حاجة تو سري دول برايم يبقى انا عطول هنزلهم هما الاتنين. ماينس طبعا بنزل السكس هنا فور وبحط هنا السكس بتاعتي. تمام? ها قوة سري اصبحت سكس عملنا طايمز تو يبقى فوق كمان يبقى فور. التو اصبحت سكس طايمز سري يبقى هنا عندنا سري. سكس ماينس فور عندنا تو. وفور ماينس سري عندنا وان اوفر سكس. يبقى كده دي النهاية بتاعتي المسألة. يبقى احنا كمان حلينا المسألة دي. تمام? شفتم معايا ازاي? اهم حاجة اعرف فين زي بجيزت وهبدأ ان انا احل المسألة بكل سهولة. تعالوا كمان دي عندنا زيها بالزبط بنفس الفكرة. طب تعالوا هنا في الجزئية دي. شايفين هو عاوز ايه? عاوز دي. ومسألتنا قدشا وبعد هو ده زي بجيزت. يبقى معناها ده هيكون من فوق. عاوز دي يبقى هقول له الكبير. هقول زي بجيزت ماينس ده. تمام? يبقى ده ماينس ده. يبقى هقول ده ماينس ده. وابدأ احل بنفس الطريقة اللي انا شرحت بيهم. طيب هو عاوز اللي هنا. اللي هنا ده مين? اللي هنا ده اللي هو قبل ماينس. تمام? يبقى عطول مسألتنا هتكون بلس. حول مسألة بلس. هقول ده بلس ده عشان يدينا ده. طيب هنا او عاوز اللي في النص يبقى عطول ده مينس ده. تمام? طيب. يلا نشوف اللي بعده. نشرح الجزئية دي. بيقول ادنج ان سابتراكتنج ميكس ننبرز باي ادجاستنج زي اها ميكس ننبرز. حنستخدم ايه? جمع وطرح الميكس ننبر بيقول عن طريق اللي هو ادجاستنج زي يعني تعليل او تكميل يعني. دي خاصية اسمها يعني اعدي وخد. طيب بنعمل فيها ايه? طبعا هي عندنا مسألة برضو. مسألة عندها خالص او مسألة ويعني يقول لك حل بالطريقة دي. انتو عارفين المسائل دي احنا بنحلها ازاي? وليها اكتر من طريقة من بداية الشرح احنا بناخدها. صح? فالمراضيو ذك تحلها بالاستراتيجية ديت. هو بيقول لك يعني في الامتحان لو جات لك يقول لك باي ادجاستنج زي ميكس ننبرز. طيب مسألة دي دي بيجيبها لك انت بتعمل فيها ايه? اول حاجة شايفين معايا الفراكشن ده بتنزله زي ما هو. تمام? وبعدين شايفين الفراكشن ده الفراكشن ده. انا عاوزة اوصله لوان هول. عاوزة وصله ايه? لوان هول. اللي هو الفراكشن ده. عاوزة اوصله لوان هول. يا ميس انت عشان توصلي لوان هول. يبقى معنا كده انه لازم يكون الفراكشن ده تين اوفر تين. صح? طب هو يكون ازاي? عشان يكون تين اوفر تين. يبقى انا لازم اعمل الفراكشن ده. بلاس كام عشان يدينا تين اللي فوق. يعني سيفن بلاس كام. هيدينا تين. اكيد طبعا كلنا عارفين ان سيفن بلاس. هقول كده عندنا سيفن اوفر تين بلاس سري اوفر تن. حيدينا تين اوفر تين. فتين اوفر تين دي هتديهنا وان هول. تمام? يبقى انا محتاجة كم? محتاجة سري اوفر تين. هاخد الفراكشن ده انزله. واجيب سري اوفر تين وهقول واجيب الفراكشن اللي هو اللي معاه في المسألة التاني وانزله. اللي انا حطيته. هعمل هياخده مره تانية. وعمل ماينص. فدي اسمها. عطيته واخدته منه تاني. ديت لك انا خدته منك تاني. تمام? لما اخدته طبعا بالمينس ولما بديك بالبلاس. فاهمين معي? فبالتالي انا حطيت مرة هنا عندنا مع دي علشان اكملها واللي اخدتها ديت انا رجعتها تاني وحطيتها مع الفراكشن اللي موجود هنا. تمام? وبعدين يا ميس. طيب دي فول خليكم مركزين فيها. وهنا عندنا تن بنزل التن دي. التن دي والتن دي طبعا هما الاتنين بنزلهم خلاص. واول سيفن بلاس ري هدينا تن. فهنا تن اوبر تن هتدينا ايه? بتدينا وان هول سوري هتدينا وان هول. وهنا في يبقى وان بلاس فور هتدينا الفايف اللي هي دي. تمام? يبقى انا كده عرفت خلاص ان لما اجي اعمل سيفن بلاس ري هدينا تن وهنا في تن يبقى تن اوبر تن. ومعايا فور هنا. طبعا يعني دي وان هول. ومعايا يبقى كده خلاص خلصت الشك ده كده. وبعدين عندنا الجزئية دي. لو لاحظتم معايا الجزئية دي طبعا دول هتطر ان انا احاولهم هم اللي اتنين يكونوا لايك. فبالتالي هحط عندنا هنا التن لان طبعا التن ملت بال للفايف وبعدين هقول الفايف اصبحت تن عمنا يبقى فوق كمان هدينا فور. وهنا هنا هقول تن اصبحت تن عمنا يبقى فوق كمان يبقى هدينا سري. تمام? والسري طبعا دي احنا عارفين ان هي بتكون دي بلس دي. فهو نزلها هنا في الاول. وحط الفراكشن بتاعتي طبعا بينهم مينوس. حط الفراكشن وبدأ انه بيحل. فاي بلاس ري حدينا ايت. وفور ماينوس ري وان اوفر تن وكده ايه المسألة بتاعتنا خلصت. طيب في المسألة دي شايفين معي? دي عكس دي انا بنزل عندنا الفراكشن ده. اول حاجة افتح القوسين. بنزل الفراكشن ده. تمام او ده باخد منه الفراكشن ده. مرة اعمله بلاس مع نفسه يعني مع الهو ده. تمام? واقفل ومرة تانية. طبعا بينهم وبعدين باخد ده وبرضو بعمله بلاس مع اللي هو الاول ده. تمام? وبعدين بحل الجزئية دي وبحل الجزئية دي. تمام? طيب. تعالوا مع بعض نحل اسئلة على الدرس ده. تعالوا هنا الجزئية دي بيقول. احاوزنا نحلها عن طريق اللي هي اللي احنا خدناها دلوقتي. عم نبدأ نحلها. تعالوا نشوف مع بعض. هنا جايب ايه? جايب عنده نصلي وبر ايت. طيب. هنحولها لان؟ طيب عاوزك كاما? عشان تكون محتاجة عشان هي محتاجة كام هي عندنا لازم توصل للいつ وبر ايت. وعشان توصل دي وان perceber دي محتاجة كام؟ عندنا من سيفل للات عندنا يبقى محتاجة صح? تمام? يبقى انا هاقول اللي هي اللي انا محتاجها علشان اوصل لات. هاقول عندنا اللي هو التاني. هاقول اللي هو اللي جبته جديد. اللي هي ما احنا قلنا صح? تمام. نمسح بس دي كده عشان ما اطلق بطش. دي ايت ودي ايت هنزلهم مع بعض. وسيفن بلاس وان هيدينا ايت. وهنا عندنا سري. ما هي على طول احنا عارفين يا ميس ان ايت اوفر ايت دي معناها وان. وهنا سري يبقى على بعض هما الاتنين فور. تمام? يبقى انا حمسح كده دي كمان. واحلها على طول. علشان ما اخدش مكان فقدرت هنا فور. يبقى انا خلاص خلصت من الجزئية دي كلها. معايا بلاس اللي هي وان اوفر فور مينوس وان اوفر ايت. تمام? الاتنين دون لحظتوا ايه? ان هم انا حخليهم يكونوا لايك. يبقى هنا ايت مينوس وهنا ايت. وطبعا معنا فور. وهو تنسوها. تمام? هنا ايت اصبحت ايت. عمل يبقى فوق كمان فبالتالي هتبقى وان. والايت اصبحت عندنا الفور اصبحت ايت عمل يبقى فوق كمان نبدأ نحل عندنا طبعا دي ايت. تمام? وطبعا هنا عندنا الفور معايا هنا تعالوا نرجع للمسألة بتاعتنا شايفين هنا في فور المسألة بتاعتنا فوق فيها فور تمام? يبقى هنا عاوز النقط النقط اللي هو الفركشن ده اللي انا ايه حصلت علي في الاخر تمام? يبقى كده خلصت المسألة تعالوا الحين اللي بعدها كمان يلا معايا اول حاجة انا عاوزة اوصلها محتاجة كام? يعني عاوزة يبقى انا محتاجة كام? محتاجة وان بس وان اوفر سيكس يعني يبقى انا هقوله هنزل الفركشن اللي معايا ده تمام? وهقوله وان اوفر سيكس للا انا ايه حصلت عليه هقول عندنا الفركشن تاني انا اخدت خلص عندنا يبقى انا كمان هعمل لي وان اوفر سيكس تمام? وهبدأ احل المسألة يلا مع بعض عندنا هنا هنا خلصت الجزئية دي هقول له اللي هي السري ديت طيب وبعدين هقول له عندنا هجيب فينا عندنا سيكس وهنا سيكس يبقى سري اصباح سيكس عامل يبقى فوق كمان وهنا عندنا او ممكن اقول عندنا لو حستو من فوق عندنا هو بيقول طيب هو معنى كده بيقول هتدينا اللي هو ده كله لاني عندنا ده كله اللي هو الصم او النتب بتاعة الجزئية دي كلها يعني انا حاجة اقول له كده اني تمام فتحولك زي المعادلة اللي احنا بناخدها اللي هي مثلا عندنا لو هنا يقول لك هات اي وانت بتجيب اي بتعمل اي ده يبقى هقول ده هتجيبه هنا تحطه مينس فانا هعمل كده هقول حادينا سري تمام شايفين معي يعني هي المسائل دي ممكن تكون تقيلة شوية حبيتين عليكم لكن يعني هي الموجودة في الكتاب وانا وربنا يعلم بحاول ان انا ابسطها لكم بقدر ما استطيع يعني من زي ما شايفين معي هو المنهج كده وطريقة التفكير اللي حصت المنهج بشكل ده زي ما شايفين معي دي المسائلة بتاعتنا اول حاجة هقول سيفن تمام وبعدين احط هقول بلاس هي نفسها مرة تانية اللي هي وحطهم وحط المينس اللي معايا وهقول الفراكشن ده اللي هو التاني تمام افتح برضو كده واقول 6 over 7 بلاس اللي هنا اللي انا عملت له addition هنا اللي هو 5 over 7 واقفل كده البرانتيسيز اللي معايا وابدأ حل المسائلة بتاعتنا نبدأ نحل هنا عندنا في 7 هنا هقول 5 plus 5 حيدينا 10 10 over 7 وهنا عندنا 7 مينس هنا هنا هقول 5 هتنزل برضو 7 5 plus 6 11 تمام تعالوا نبدأ نعمل عملية مينس. هتلاحظوا ايه? التين هنا سمولر زان الاليفن. فبالتالي ما ينفعشي. تيك وان من سيفن. هتبقى سيكس. والوان اللي انا اخدته. الوان اللي انا اخدته بي سيفن اوفر سيفن. يبقى سيفن اوفر سيفن بلاس تين اوفر سيفن. حيدينا سيفنتين اوفر سيفن. مينس عندنا نيم? عندنا فايف طبعا سيكس هنا معنا. وياليفن اوفر سيفن. تعالوا نبدأ نحل. سكس ماينس وان فايف. وي سيفنتين ماينس اليفن. حيدينا سكس اوفر سيفن. واكولز اكولز مين عندنا اللي هي في المسألة? بيقول هنا جايب نقط. مينس سكس. بتعبارة عن معادلة. فين عندنا اللي هو ده? ليه يمسل اللي هو ده? لان اصلا مسألتنا بتقول عندنا نقط لو عدناها يعني هتكون وان سكس اوفر سيفن. تمام? فهنا هو عاوز ده زابيجس. يبقى هقول له ده بلاس ده. هيدينا سكس بلاس وان هدينا سيفن. و سكس اوفر سيفن. هتنزل النهاية عندنا ادينا الرقم ده. تمام? تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا معي. المسألة بتاعتنا كمان مرة دي مينس. هعمل كده وحطي سكس وان اوفر ايت. وهقول بلس برضو اللي هي وان اوفر ايت. تمام? وهعمل وحطي ماينس. واعمل وحطي كده سري اوفر فور بلاس اللي هي وان اوفر ايت. تمام? وابدأ احل. فهنا سكس عندنا هتنزل. وان بلاس وان تو اوفر ايت. تمام? هنا هقول ماينس. لو لاحظتم عندنا المسألة طبعا دول انلايك. انا هخليهم لايك دي مونيدر. تمام? هنا فور اصبحت ايت عمل طايمز تو يبقى فوق كمان يبقى سكس. هنا كمان عندنا عمل طايمز وان يبقى وان. تعالوا نحل. هنا سكس بلاس وان حد دينا سيفن اوفر ايت ومعانا في سري. مينس هنا في سكس وعندنا تو اوفر ايت. تمام? ده سمولر زان ده فمش هينفع. فبالتالي انا هعمل ايه? تيك وان فروم سكس. هاخد وان من السكس دي. لما اخدت منها وان السكس دي اصبحت فايف. والوان اللي انا اخدته بايت ايت اوفر ايت. بلاس تو حيدينا تين اوفر ايت. مينس اللي هو جايبه ده. تمام? اقول فايف مينس سري حيدينا تو. وتين مينس سيفن حيدينا سريم. تمام? هقول له اكولز. طبعا عندنا في نقط مينس اللي هي فور. تمام? المسألة لو جينا عدلناها معناها كده. مينس فور اكولز اللي هي تو ان سري اوفر ايت. هو عاوز ده. وده يبقى هقول له ده بلاس ده. يبقى تو بلاس فور حيدينا سكس. وعندنا في سري اوفر ايت. يبقى دي كده الانسر اللي في النهاية حطها من فوق في النقط. تمام? طبعا نشوفوا اللي بعده. تمام? يبقى ناحية معاكم الاربعة من فوق دول. تمام? لو اي حد منكم حس ان المسائل دي صعبة ما تلاقوش. ان شاء الله في مراجحات هنحاول كمان نتضرب عليها وان شاء الله هتفهموها بشكل افضل من دلوقتي. تمام? هي بس عشان اول مرة تاخدوا الحاجات دي فمن كنت تكون تقيلة معكم شوية. طب تعالوا هنا الجزئية دي. دي الجزئية نفس اللي انا شرحتها في السابقة. سهلة جدا بس عشان وقت الفيديو زي ما شايفين معايا طويل جدا. فانا فبالتالي هقوله ده وبحلها زي ما احنا بناخد بالزبط زي ما احنا شرحنا. فعندنا طبعا ده ده. فبالتالي انا هشتغل عادي سواء كان ملتبل او كانش ملتبل او جيب الاستقامل ملتبل. وهبدأ ان انا احل زي ما احنا كنا بناخد كده من اول الترميل. تمام? فطبعا الموضل زي ما شرحت لكم بالزبط عندنا بيكون كده. تمام? زي بيجزت هو اللي بيكون فوق وهنا عندنا سمول وهنا سمول. عاوز اللي فوق يبقى ده بلاس ده. عاوز واحد من اللي هنا يبقى ده ماينس اللي هنا عشان يدينا ده. تمام? او العكس. تمام? طيب تعال كنت نشوف اللي بعده. هنا عندنا ده طبعا الدينمونيدر هيكون تمام? يبقى انا حكتب هنا وهنا عندنا وهنا كده وهنا تن. اصبحت عامل يبقى فوق كمان يبقى وهنا طايم زي تو يبقى فوق كمان يبقى فايف بلاس ري حيدينا ايت وهنا في فوق سيفن اوفر تن هاختار بي. تعالوا هنا. دي مسألتنا ماينس. فهنا بيقول هنا فايف وهنا تويني. يبقى انا حياخد طبعا ما بينهم اللي هو القامل ملطب اللي هي تويني. تمام? فحكتب هنا تويني. ماينس هنا كمان تويني. وهنا وان وهنا وان. الفايف اصبحت تويني. عملنا طايمز فور. يبقى فوق كمان طايمز فور. يبقى حاكتب ز فور حيدينا سيكستين. حدينا ايه? سيكستين. ودي التويني تمام? يبقى كده. يبقى عندنا ماينس وان زيرو سيكستين ماينس وان. حيدينا اوفر توني. طب اكواز. هقول حدينا سري. وعندنا تويني ديفايد تفايف حيدينا يبقى سري اختار سي. تعالوا في الجزئية دي مهمة وممكن تيجي في الامتحان. تمام? بقول ازا ده مستخدم عشان تحل بيه اي مسألة في دول. تعالوا نشوف. اول حاجة هو بقى دي. طب دي كام? دي يبقى اللي بعضها على طول. هنشوف ده عندنا كده يبقى. طب عمل لحد موصل. كده عندنا هنا كده يبقى عمل وهنا كده عمل طيب وهنا كده عندنا وهو حاضطها في النص يبقى اكيد دي يبقى هو نط قد ايه? دي نط واحدة بس. المسألة اللي استخدمت في الحل هقول طبعا بداية من هنا. هقول له اللي هي دي. اللي هي ايه? اللي هي دي. سري ان فورس. اللي هي النقطة دي. تمام? اللي هي سري ان فورس. يبقى انا هختار اللي هي سي. تعالوا هنا. تعالوا هنا. يقول تكتب ازاي يعني? تعالوا كده نشوف هنا سري وهنا فايف. طيب هقول له تو بلاس ون وهنا حط اه هنا حط عندنا نزلهم هم هم زي بعض. وقال ون وهنا تو اه يبقى تمام انا هختار اللي هي دي نفس مسألة بس هو قالت تو والون مع بعض. طيب تعالوا هنا. المسألة دي بيقول اكوالز كام? هو حط هنا فايف. الفايف اللي حطها دي جابها من فين? احنا قلنا تو اوفر سري عوزة اوصلها للوان هول. محتاجة كام? محتاجة هي سري وان هول يعني سري اوفر سري. فالتو محتاجة كاما عشان توصل للسري? محتاجة لي علشان توصل لي سري اوفر سري. فانا عندنا دي كده عشان دي لما انا عملتها سري اوفر سري اصبحت وان هول. فوان هول بلاس فور هيدينا اللي هي حطتها دي. تمام? وبعدين انا قلت اعمل لي انا قلت باعمل هنا بلاس وباعمل هنا ماينس مع ده. فهو حط ده هنا. ده حطوا هنا. يبقى من اللي ناقص اللي هي ازاي مش رحتها كده في البداية. في بداية الدرس. فتعالوا هنا. نمشي كده مع المسألة واحدة واحدة ونشوفها بالتحلل ازاي. هنا في سيفن. هنا سيفن اللي هي دي. هو فككهم عن بعضهم. بقى معايا مين? بقى معايا اللي هي دي. تمام? وبيقول طيب. الفور دي جات من فين? تعالوا لاحز دي. محتاجة كام عشان تكون عشان لما عمل لها سري حيدينا الفور. اكيد طبعا هتقولوا محتاجة اني عندنا بدينا سيكس اللي هي يبقى انا هختار تمام? تعالوا نحل المسألة اللي بعدها. دي سهلة. ان طبعا عندنا مسألتنا بدول هما الاتنين انا هخليها لايك. تمام? يعني حط الات هنا. مينس وحط الات هنا. تمام? وهنا سري وهنا في تون. تمام? الات اصبحت ات عامل تايمز وان يبقى فوق كمان. وهنا ات عندنا صور اصبحت ات تايمز تو يبقى فوق كمان. سري مينس تو وان و سري مينس تو وان عندنا وان وان اوفر ايد. هو عاوز اكس. عاوز اكس واكس دي قدام. تمام? اكس دي عندنا فين? اكس دي سمول. لاني مسألتنا قدشان. لاني عندنا زي بيجست اللي هو بيكون بعد اللي هو ده. طبعا عشان اجيب حاجة سمول يبقى بقول ده مينس ده. تمام? طبعا دي بحلها زي ما علمتكم. تعالوا كده نحلها هنا كده على جنب. انا هقول له فايف ان هاف مينس فور عندنا ايه? فور ان وان اوفر فور. تمام? قسفة جدا مشوضحة معاكم. حاولهم ليه اللايك دي نمونيدوف وعندنا هنا فور. تمام? مينس وهنا كده فور. تمام? فهنا هقول فور هنا طبعا ننزل الوان وهنا اصبحت فور. اصبحت فور. هنا كمان اقول تو مينس وان حيدينا وان اوفر فور. وفايف مينس فور حيدينا وان يبقى وان اوفر فور. اختار دي وان اوفر فور. طبعا الاجابة دي. تمام? واتش افزا فالوانج از ان كوريكت. مين في الدول بيقول غير صحيحة? طبعا هو بيقول يعني غير صحيحة. انا هحلها معاكم. انتو طبعا تجربوا كل واحدة من دول. لكن انا هحلها على طول. فهنا عندنا جايب ايه? شايفين معاك دينا وندر اللي هو فور. تمام? وهنا طبعا في ون وهنا مينس وهنا في فور. وبرضو في ون هنا. طبعا ما كان ضيق جدا. فالفور اصبحت فور تمام? يبقى عندنا دي هتنزل. وهنا اصبحت فور عمل طيب يبقى هنا طيب. انا لو قلت ون مينس ون حيدينا زير وهو حط هنا ون تمام? فبالتالي المسألة بتاعتنا دي خطأ. اللي هي دي. دي خطأ. تعالوا هنا عاوز اخر واحدة بيقول في دول بيقول صحيحة. تعالوا كده نبدأ نشوف بيحة اللي معايا اللي هي دي. طيب. ليه يا ميس دي هي اللي صح? طبعا من جرب واحدة واحدة برضو. فهنا عندنا هو عمل ايه? هو طبعا دول لايك دينا مونيدر. فهو اخذ من دي ون فاصبحت فور. هو حطها تمام. والوين اللي انا اخدته بسري اوفر سري بلاس الوين ده فهو اوفر سري ماينس ماينس اللي هو ده. فعندنا دي الاجابة الصحيحة. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. متأسفة جدا لطول وقت الفيديو. لأن الدروس دي كلها مرتبطة ببعضيها زي ما شافتم معي. عليكم التوفيق ونجاح.